السلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بألف خير ده الجزء التاني من طريقة عمل عروسة المولد النبوي بالفوم بجيب قطعة من الفلين وبنحتها بنحت الجسم بتاع العروسة وحط طريقة النحت في صندوق الوصف بجيب كورتين كورة زغيرة وبقسمها نصين عشان اعمل السدر بتاع العروسة وببدأ اصنفر الكورتين بحيث ان انا انزل مستوام شوية ما يبقوش مرتفعين وبعدين بغلفهم بالشو كورتون الاصفر بجيب قطعة من الفوم لونها بيج عشان اعمل لون الجسم بتاع العروسة بغلف الجسم بالفوم وبعدين بلزق بشد كويس وانا بلزق عشان ما يبقاش فيه اي تعريق وبعدين بقص الزواج بجيب قطعة من الفوم لونها احمر بحيث ان ده هيبقى فستان العروسة برسم بالخلة الخشب بحدد الحتة اللي انا هقصها في الفستان والحتة بردك اللي هي الزايدة عن الجسم وبعدين بغصة بشوفها تاني على الجسم زكاة مضبوطة ولا لا او لسه فيه حتة عايزة الشال من الفوم ولا لا بشيل جزء بردك من تحت وابدأ الزاقها على الجسم طبعا اللازقه براعه ان هي تكون في المنتصف اللي هي تقفيلة الفستان بجيب شرطين من الفوم البرونز واحد بنفسجي واحد ازرق عشان اعمل زي حلية في الفستان من فوق من عند الكتاف وبلزق التانية كمان بلزق بنفسجي وبعدين ازرق وباخرم مكان الراس بتاعة العروس وبجرب شكلها على الجسم بجيب الجزء اللي هو الفقاني من ازازة الكاكولة او البيبسي وبقطع اللي هو الغطا وبقطع من تحت من عند اللي اعايزة الحتة اللي هي البوم بي بس وبزبطها على المكوى وبعدين بجيب الجسم بقفل الفوم من تحت خالص بحيس ان انا اقدر اعرف ادخله في الخرم اللي انا عملته في الازازة وبثبتها بالشكرتون الاصفر طبعا انا ما بثبتش بس الجسم وبغلق بالشكرتون الاصفر لا انا بغلف كل الازازة بالشكرتون الاصفر لان البلاستيك بيتأثر برضك بالشمع السخن وكذلك الامير بعمل طبقة تحت الفستان من الفوم الاصفر زي شرائط كده بحيس ان يتبقى سهل علي وانا بلزق عشان تبقى خلفية او ارضية للفستان للكطعة الفستان اللي انا مقطعه طبعا الفستان هيبقى باللون الاصفر دي مقاس القطع الفستان بعملها على شكل ورقة وردة كبيرة ودي مقاستها وبعمل برضك على شكل وردة ورقة وردة صغيرة ودي مقاساتها ديت انا قصتها قطعتها على فوم اصفر بجيب المكوت الحرق بتاعتي وبعمل زي خطوط في كل واحدة بحيس ان هي تدي زي زل في قلب الفستان وباجي على طرف الورقة من تحت بسخنها وباتنيها على الخلاء الخشب ببدأ ألزق الكطع بلزقهم كل واحدة بالترتيب جنب بعض بحيس ان هي تدي زي زل في قلب الفستان طبعا لو لقيت حاجة زي ده في المقاس شوية بقى بزبطها انا بالماص ده اللون الأصفر بنعمل برضك اللون الأحمر بتني بس الطرف من تحت بإيدي كده وابدأ ألزق برضك القطع الحمرة فوق الأصفر بعدين بجيب شريطة من الفوم الأصفر البرونز وبعملو زي حزام للفستان وبعمل زل بمكوة الحرق على قطع الفستان اللي هي باللون الأحمر طبعا ما بسيبش المكوة أوه عليه عشان ما سيحش الفوم بجيب شريطة بقى قطعها بشكل دواير من تحت ومن فوق برسمها بشكل دواير من تحت ومن فوق وبعدين بقصها بحيث ان انا عملها زي زينة على الفستان براعي ان انا وانا بلزق يكون كله عند منتصف الفستان من ورها بلزق في آخر حتة من عند الكرف بتاع الورقة اللي هي باللون الأحمر اللي هي في الفستان بجيب خرامة وبقطع بخرم فوم برونز لونه أخضر بحيث برضا كنية تبقى زي زينة في الفستان دي اتمقاس اليد بتاع العروسة بقصها على فوم بيج وبعدين بجيب سلك سهل الثاني وبحطه في المنتصف بقطع شريطة من الفوم عشان هلزقها في الجنب عشان ماجي اقفل اليدين على بعضها تبقى سهلة التقفيل بحط الامير من برا بحيث ان انا ماجي اقفل تبقى سهلة بلف على اليد بعد ما خلصتها بلف عليها فوم لونه أحمر بحيث ان انا اخد المقس بلزق برضا كشريطة عشان تبقى سهلة علي وانا بقفل الفوم بحيث ان انا ماجي اتفقى سهلة عشان تبقى سهلة تبقى سهلة He وبعدين بقفل الفوم الأحمر على الإيد وبعمل كده بردك في الإيد التانية بجيب كتعة من الفوم البرونز لونها بنفسيجي مقصها بمقص زجزاج بعملها زي حلية على الطرف بتاع الفستان الطرف الإيد بتاع الفستان بقطع حتة كده بكيرف بحيث أن أنا ماجي ألزق الإيد تبقى سهلة اللازم طبعاً أنا بعمل الإيد دي عروسة المولد هي كان بتبقى حط أديها في وسطها كده بتنى الإيد وبالزقها بتجيب ألم في المصدر وبعمل لون في صوابع العروسة بجيب شريطة من الإكسسوار الألماظ وبعملها حوالين الرقبة بحيث أن تبقى زي شكل سلسلة في رقبة العروسة بجرب الراسة على الجسم ودي شكلها بعد ما نخلق طبعاً ده الجزء اللي هو بيبقى الدوائر اللي بتبقى ملزوقة على ظهر العروسة دايرتين مقاسهم عشرة ودايرة مقاسها الكتر بتاعها يعني عشرة والكتر مقاس كبيرة آآ تلات عشر بغلف المقاس اللي هو الوقم عشرة اللي هو الكتر عشرة اللي هي الدائرة اللي كترها عشرة بغلفها بالفوم آآ الأصفر آآ من فوق ومن تحت وبعدين آآ بقص أي زوائد موجودة بجيب شريطة من الفوم الأصفر مقاسة عرضها حوالي سنتي وطولها بطول الكرب الدوران بتاع الدايرة وبلزقوا عليها دي المسلسات اللي أنا عاملها على وش آآ الدايرة آآ طبعا بقاطق بارسمها بشكل دوائر بمقاسات آآ مختلفة يعني بعمل دايرة زي ما أنا بعمل الوقتي بشكل دايرة دايرة آآ كبيرة وبعدين دايرة أصغر منها شوية وبعدين دايرة أصغر منها بشوية بشوف حاجات عندي في البيت تكون مناسبة إن أنا أقدر أعمل بيها آآ الدواير دي وبعدين بجيب آآ بقطع فوم لوق أحمر آآ على شكل إيه آآ على شكل المسلسات وبراعي وأنا بقى بلزق آآ المسلس إن يكون على آآ الخط بتاع الدايرة اللي أنا رسمته آآ المسلس بيبقى جنبه بعضه زي ما أنا بعمل كده بالزبط بجيب آآ فوم أخضر مقطع بردك بشكل مسلسات وبالزق آآ فوسط آآ كل اتنين من اللون الأحمر لون مسلس واحدة وواحدة ولو فيه زوايد أنا بقصة بجيب بردك اللي هو الفوم البرونز اللي بلون البنفسجي وعد دايرة التانية وابدأ ألزق بردك المسلسات جنبك وبعدين آآ بجيب آآ فوم بنفسجي دايرة وبلزقها وبعمل عليها بردك دايرة صغيرة تانية وبلزق عليها مسلسات باللون آآ الأصف وبعمل دايرة تانية أصغر من الدايرة اللي فاتت لونها أخضر واحدة أصغر من الأخضر لونها آآ أزرق بنفسجي أزرق وواحدة آآ على شكل وردة آآ باللون البنفسجي بقلب العروسة وبلزق اللي اللي هما الدايرتين آآ الصغيرين الأول وبعدين آآ بالزق الدايرة الكبيرة ودي شكلها بعد ما أنا خلصت يا رب تعجبكم كلي سنون طيبي در چ simSo jed شكرا للمشاهدة علمشج علمش 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 شكرا